السلام عليكم مشاهدي ومتتبعي قناة نهار أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامج تساؤلات والذي سنناقش فيه اليوم أزمة الغذاء العالمية التي تلوح في الأفق أسعار الغذاء مرتفعة دول عديدة تقوم بحضر تصدير القمح نتساؤل فيه اليوم عن أدوات الجزائر للتعامل مع الأزمة وهل الجزائر معنية بأزمة الغذاء وكيف يمكن اليوم ضمان تحدي الأمن الغذائي ثم السيادة الوطنية للغذاء مشاهدي الأكاريم للحديث أكثر بالتفصيل بالدقاش والتحليل حول هذا الموضوع أسعد باستضافة السيد محمد يزيد حنبلي رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أهلا ومرحبا بك معنا سيد الله يسلمك نشكركم على الاستضافة نعم اليوم أزمة غذاء عالمية ارتفاع الأسعار العديد من الدول قامت بحضر تصدير مثلا مادة القمح اليوم هل الجزائر اليوم معنية بأزمة الغذاء العالمية؟ جزائر جزء من هذا العالم يعني نعم هي جزء ملاية جزء من هذا العالم تبقى قضية التأثير تع الأزمة الغذاء هذه من تختلف من دولة لدولة الأخرى وربما حسب سياسات كل دولة حسب إمكانيات كل دولة الجزائر يعني ككل الدول يعني هي رهي عايشة في ظل هذه الأزمات العالمية تع الغذاء ولكن التسيير العقلاني للأزمة اللي بدأت من كورونا لحد الآن يعني التسيير العقلاني والاستشرف تع السلطات العمومية والدولة الجزائرية خلانا يعني في الوقت الحالي في منأة عن التقلبات اللي تشدها بعض الدول الأخرى والأزمات اللي تشدها بعض الدول الأخرى هناك استقرار يعني استقرار من حيث الأسعار من الرغم الغلاء الكبير اللي راهوا في الدول بعض الدول العالم كما شفنا بعض الدول الأوروبية ليتر تعزيت دير سبعة أورو يعني في الجزائر ما زالنا يعني الحمد لله ما زالت الأمور ماشية يعني الآن الدولة متحكمة وهذا يعني يحسب الاستشرفة المسيرين يعني نحن نقدر نقوله الآن أنه الدولة الجزائرية كانت عندها نظرة عندها ثلث سنوات كان عندها نظرة يعني كبيرة بالنسبة للأزمة هذه تعل الغذاء نعم اليوم أسعار الغذاء عالميا أسعار القمح على سبيل المثال تواصل الصعود نحو الارتفاع اليوم ما هو الحل بالنسبة لجزائر ما نبقاش هذا الشيء الدولة أكيد أنه راح تدفع أموال كثيرة خلال يعني استيراد هذه المادة ما هو الحل اليوم ماذا حضرنا لهذه الإشكالية الكبيرة هو الآن لنزم نتكلمه كنا نتكلمه على قضية الأمن الغذائي والأمن الغذائي مفهوم الأمن الغذائي هو توفير غذاء للشعب للمواطن يعني عن طريق إنتاج أو عن طريق استيراد النقص ولكن الآن هذا يعني الأرياحية اللي رانا فيها الآن من حيث التعامل مع الغذاء لتخلينا نفكر يعني في المادة القصيرة والمتوسط أنه ننتقل إلى قضية من الأمن الغذائي إلى السيادة الغذائية والسيادة الغذائية هي إنتاج غذائك بنفسك وخاصة المنتجات الأساسية والآن الله أعلم يعني حسب الترسانة على القوانين اللي يعني صدرت السنة الماضية وفي قضية نستنوك كذلك في قانون الاستثمار عدة قوانين تعالى الأراضي الفلاحية ديوان الأراضي الفلاحية ليصدروا هو شباك موحد لتسيير الاستثمار الفلاحي هذه كل ترسانة القوانين اللي راح تخلينا تساعدنا وتساعد المستثمرين في الدخول والفلاحين في دخول الاستثمار وإنتاج الحبوب خاصة أنه نتوفر على كل الإمكانيات يعني الحلول حسب رأيك هي المنظومة القانونية لا هي أول شيء المنظومة القانونية جزء لا يتجزء من الحلول ولكن لازم تتوفر الإرادة والتنصيق مع كل الفاعلين الآن ما هيش غير قضية منظومة قانونية الدولة ديرك منظومة قانونية ولكن لازم تتوفر الإرادة يعني الإرادة في كل من كل الجوانب الإرادة بالنسبة للمهنيين إرادة سياسية إرادة ولما أظن الإرادة السياسية رهي متوفرة والدليل على ذلك الإجراءات اللي قامت بها الدولة عن طريق وزارة فلاحة وكذلك الإجراءات اللي قام بها سيد رئيس الجمهورية عن طريقة رفع سعر شراء الحبوب وكذلك رفع سعر دعم البقول للجفة وعدة إجراءات أخرى التي قامت بها وزارة الفلاحة الآن لكي تسهل قضية العمل لتعرف الفلاحين وكذلك بالنسبة للمستثمرين نعم نتكلم اليوم على لغة الأرقام الاقتصاد هو لغة الأرقام سيحن بلي اليوم إنتاج الحبوب في الجزائر لا يكفي آخر الرقم يعني في العام الفارط 1.3 مليون طن من الحبوب من احتياجات وطنية تفوق 9 مليون طن هذا السنة ينتظر ويتوقع العديد يعني من الخبراء أنه يكون جمع إنتاج الحبوب 3 مليون طن يعني كيف يمكن حل هذه المعادلة لا شوف يعني 3 التسعة نتكلم سنة الماضية كان هناك تجميع تاع 1.3 مليون طن يعني حوالي 13 مليون قنطار تجميع يعني ما وش إنتاج يعني وإنتاج كان إنتاج اللي يتبع على برة ونحن نتكلم عن التجميع وكان تأثير كبير 13 سنة الجفاف اللي كانت جفاف وطني لأثر كثير على الإنتاج السنة الماضية السنة هذه ننتظر إن شاء الله تكون سنة جيدة خاصة عطانا ربي في الأوين الأخيرة أمطار اللي خلات مناطق عدة مناطق اللي كانت متأثرة بالجفاف سنوات مدة ثلاث سنوات خاصة المناطق الغربية الوسطى والغربية اللي كانت عندها تأثير كبير للسنة هذه ننتظر إن شاء الله محصول جيد هناك إجراءات اللي قامت بها الدولة خاصة سنة هذه إجراءات خاصة بحملة الحصد والدرس وين كانت وزارة الفلاحة يعني كانت أست هناك يعني كان كل ولاية فيها متابعة لجنات وتابعها قضية الحصد والدرس يترأسها ترأسوها الولاد السادة الولاد وكانت تسهيلات كذلك بالنسبة للفلاحين بش يدفعوا المحصول تحمل خاصة كما محصول شاعير لسنة الماضية كان هناك نقص كبير في تحصيل معه محصول الشاعير كان السنة هذه كان حاصات تاع الحصدات تاع ديوان الحبوب بقل جفا يحصد الشاعير يعني مجانا للفلاحين وهذا كله بش يحفز الفلاحين بش يدفعوا المنتج تحمل للدووين كذلك هناك إجراء اللي راح جيد جدا اللي راح يشجع الفلاحين بش يدفعوا المحصول تحمل وكذلك يحمل الثروة الحيوانية أنه إجراء تعميم الشاعير المدعم راح يكون على ربوع الوطن على كل ولاية الوطن مش كما في الماضي كان بعض البلدية السهبية فقط لتستفيد من الشاعير المدعم وهذه كلها إجراءات تدخل في إطار دعم القطاع الفلاحي وتشجع الفلاحين بش يعملوا أكثر لأنه الحلقة الأساسية بالنسبة للأمن الغذائي والإنتاج هو الفلاح هو المهني نعم يعني دائما بخصوص لغة الأرقام يعني فطورة استيراد الغذاء الجزائري بصفة عامة تكلف 12 مليار دولار سنويا يعني لو نحقوا لاكتفاء ذاتي أكيد أن الجزائر رح تقلص يعني من فطورة الاستيراد بنسبة 12 مليار دولار لا بالطبع شوف الإنسان ما نتكلموش غير فخ هل نحن نستهلك 12 مليون يا قنطاع هذا يعني 12 مليار دولار 12 مليار دولار هذا يعني حقيقة فطورة كبيرة ولكن هنا بالنسبة للقضية الأمن الغذائي هي مشكلة الجميع هنا لازم قضية التبذير كذلك هناك تبذير كثير تبذير كبير خاصة في مدة الخبز لازم نحسو المواطن كذلك نمط الغذاء لازم يتبدل ما نبقى وش نحن ندقو أن ناكله غير في القمح اللين اللي عنده ويسبب أمراضي سبب وانا نشوفه هناك نمط الغذاء كذلك يعني عمل تعكل القطاعات في هذا المجال باش نتكلمو باش نقسم الفطورة حقيقة نقدر نضعه إمكانيات كين إمكانيات ونقدره ننتجو ولكن لازمنا كذلك يكون الاستهلاك استهلاك عقلاني الإنتاج تعنا ثاني كذلك ما ناش نستثمره أموال كبيرة ونستهلكه موار طبيعية باش ننجو نبذره كذلك الإنتاج تعنا والاستهلاك تعنا لازم يكون عقلاني نعم بخصوص يعني الآن الأسميدة ارتباط الجزائر يعني بالأسميدة المستوردة بنسبة 50% الأدوية 90% الخضروات يعني بودورها هاجينة بنسبة 80% كلها يعني مستوردة ما تظنش أنه اليوم الأمن الغذائي يعني صعب جدا يعني في الجزائر انتلاقنا من كل هذه الأرقام يعني ولازم يعني تعاون الجامع لا شوف إرادة سياسية واستثمارات ضخمة خاصة في الجنة نحن نشوف منقولوش باللي أمن الغذائي صعب لك نحن رأنا الجزائر الآن يعني نتكلموا بصراحة طيلاقا من الأرقام يعني يعني الأرقام الأرقام الجزائر مؤمنة غذائيا وهذه سياسيا أنه كين الجزائر من نوع من نوع المعاملات تحت مع عدة دول ما تعملش على دولة أو اثنين يعني السيستم دون مونوبول ما كانش استوضوا من عند عدة دول من عنده هذا الآن يعني في الوقت ماذا لو قررت هذه الدول مثلا تحضر تصدير القمح مثل ما فعلت الهند ثاني مصدر للقمح مثل ما فعلت أوكرانيا روسيا العديد من الدول اليوم حضرت يعني من تصدير القمح لازم على الجزائر تحضر لهذا الشيء لا هو كين هناك استشراف لدعم الانتاج الوطني خاصة السنة هذه يعني نتكلم سنة وفي قانون الاستثمار وإن هناك يكون هناك تسريع وتسهيل الاستثمارات خاصة إنه الإمكانية متوفرة ونحن على أعتب موسم جديد حارث وبذر إن شاء الله تكون عندنا مساحات أكثر وهنا نطلبنا كذلك من البونوك بش يلعبوا يكون عندهم دورهم كبير في تمويل السوق يعني بتمويل الفلاحين وتمويل المهنين المستثمرين في هذا المجال كين عمل كبير خاصة في بعث الاستثمار ونقول من هنا لازمنا الاستثمار تعني يكون هادف ونروحوا للاستثمار لنثمنوا قدراتنا الحقيقية وين عندنا إمكانيات تخصص المناطق وين عندنا إمكانيات باش الاستثمار يكون سهلا أنا أعطيك مثال بالنسبة للحوم اللحوم قادرين نرفعوا التحدي عندنا مناطق نستغلوها عندنا ثروات كبيرة بالنسبة لإنتاج اللحوم عندنا حدود جنوبية مع الدول الساح اللي عندها ثروة كبيرة تعبقار سنة الماضية كنا درنا نظمة الغرفة الوطنية يوم وطني على المقايضة والمنتوج اللي كان يخرج هو التمر الجيف خاصة إن الشعب عرفت مؤخرا حركية وديناميكية كبيرة ونستوردوا الأبقار المحلية لما لا نخلقه صناعة تلحم في المنطقة هذه عن طريق خلق مراكز للتسمين وخاصة عندنا عين قزام عندنا عين صالح وين مناطق نقدرون ننجو فيها أعلى في خضراء وتكون هناك نخلق صناعة حقيقية تعلوحهم عن طريق مذابح عصرية في المنطقة هذه واللحم يكون يطلع للشمال يطلع لحم ما يطلعش حيوان حي يعني كان إمكانياته هنا لازم تكون ذكاء حقيقي واستشرف حقيقي باش نستغلوا إمكانياتنا الحقيقية بأقل ثمن نعم وهذه يعني وماش غير في مجال اللحم يعني عدة مجالات أخرى نعم بخصوص قضية التخزين اليوم انطلقت يعني في العادة خاصة في ولاية الجنوب انطلقت يعني عملية الحصاد الخاصة يعني بالقمح كيف يمكن أن نتغلب على المشاكل السابقة بخصوص يعني التخزين كانوا كثير من الفلاحين يشتاكوا من نقص يعني تخزين يعني ما حاصلهم يعني هو حقيقة الإشكال اللي في التخزين هو إشكال لوجيستيكي نعم يعني قضية التخزين هي عندنا قدرة التخزين يعني على العموم قدرة التخزين جيدة ولكن نقص في بعض الولايات اللي فيها ضغط كبير وين يكون الحصاد وين عدد الحاصيدات كبير ويكون الحصاد في وقت واحد ونس كل تحب تدفع القمح تحب يعني قضية تنظيم فقط عدد هائل شاحنات باش ينقلوا من المحصول من منطقة خاصة اللي فيها ضغط المنطقة اللي عليها أقل ضغط نعم كيف يعني تقيم يعني تعامل الوزارة الوصية ووزارة الفلاحة مع تحدي الأمن الغذائي شوف الوزارة الوصية كان عمل كبير اللي قاعدين نقوموا به يعني مع الوزارة خاصة الأشهر الأخير هذه في مجال قضية الأمن الغذائي وأخذ بعين الاعتبار تطلعات المهنيين والفلاحين والإجراءات الأخيرة اللي قامت بها الوزارة خاصة في تسهيل التعامل مع الفلاحين قضية الشعير المدعم قضية متابعة حصاد حملة الحصاد متابعة حملة الحصاد والدرس كل الإجراءات الأخيرة دليل على ذلك يعني دليل على ذلك باللي كان إجراءات وكان متابعة هو الأسعار الأخيرة يعني وتوفر المنتجات في الفطرة الأخيرة وإن كان هناك يعني منتوج كبير وافر بأسعار معقولة بالنسبة للفلاحين أو بالنسبة للمواطنين والمستهلكين نحن ننتظر أنه تكون هناك أكبر مرونة في قضية في قضية الاستثمار إن شاء الله مع صدور صدور قانون الاستثمار اللي رح يسهلنا نحن كفلاحين وكمستثميرين وكميهنيين وشفنا يعني قبل أمس كان هناك قانون نصص تطبيقية تاستيراد للآلات القديمة ليصدر المكننة وهذا شيء مهم جدا لأنه من غير المعقول أنه نتكلم على تحقيق الأمن الغذائي وإحنا ليس لدينا مكننة متطورة وسائل متطورة لا لأنه شوف الأخ يسين نحن ما نقدرش نتكلم على دور القطاع دائرة الوزارية دورها مرهون بدوائر وزارية أخرى نعم نحن نصدر نتكلم وتصدر قوانين ولكن نصص تطبيقية قوانين مربوطة بوزارة أخرى مثلا المكننة هي عندها علاقة وزارة الصناعة قضية القروض كذلك مربوطة وزارة المالية يعني القطاع الفلاحي نقدر نقوله الفلاحة لازمها رواق أخضر في كل شي مش نسهلوا الاستثمار نسهلوا نقدروا نتكلموا على التسهيلات اللي تقوم بها الوزارة يعني نتكلموا يوم كامل ولكن كل شي مربوط في بعض لازم تنسيق كبير وخاصة الآن حتى وزارة شؤون دينية عندها دور وزارة الثقافة عندها دور يعني في قضية ترشيد الاستهلاك قضية التبذير قضية كل يعني كل الوزارات اللي عندها دور كبير الآن نقدروا نتكلموا على استراتيجية يعني تعالي انتاج الحمد لله بالنسبة للبذور بذور خاصة بذور الحبوب اللي مستوردناش بذور الحبوب منذ سنة 94 وهنا لازم تاني كذلك تطوير عملت على المعاهد وان العملت على المعاهد يجب أن يكون هادف عنده أهداف معينة وعطاهم كذلك الإمكانيات لأنه إمكانياتهم ضعيفة جدا للبشرية ولا المادية وكذلك تنويع في قضية العتاد الفلاحي اللي أصبح الإنتاج الوطني ما يكفيش الآن وكان نقص كبير تعالعتاد الفلاحي لهذا القانون اللي خرج رح يمكننا أول شي باش يكون تحديث تعالماكينة تعالى الفلاحين يكون عندهم أرياحية اقتناء العتاد اللي يقدروا عليه ماديا وكذلك بالنسبة للنقل التكنولوجي أغلقنا عدى أنفسنا مدة سنوات وكان تكنولوجيا جديدة بالنسبة للألات الفلاحية الحاصيدات في الصحراء ما هم مش الحاصيدات اللي نقدروا نستعملهم هنا حاصيدات اللي عندنا هنا في الشمال اللي ينجون في الجزائر نقدروا نستعملهم في الشمال ولكن في الصحراء الإنتاج كبير ستين سبعين ثمانين قنطار وسخانة يعني تتطلب حاصيدات كبيرة جدا باش تكون هناك وقت يحصدوا في وقت قياسي يتطلب المستثمارات الكبيرة تطلب جرارات ذات قوة كبيرة وهذا الشي اللي خلينا إن شاء الله ترسنت على القوانين نحن إن شاء الله متفقلين خير خاصة أنه السنة هذه كانت السنة الماضية كانت هناك ترسنت على قوانين اللي راح دعم الاستثمار الفلاحي إذا فهمت يعني من كلامك سيحامبلي أنه اليوم وزارة الفلاح اللي وحدها غير قادرة على تحقيق الأمن الغذائي للعديد من الاعتبارات غياب الآليات هل نفهم من ذلك أنه اليوم تحقيق الأمن الغذائي هي مسؤولية الجميع كل الوزارات كل المواطنين كل الفلاحين كل الشركاء لا هي مسؤولية الأمنية هي مسؤولية وطنية مسؤولية كل جزائري نعم وطني غير على بلاد أول شي نبدأ بنامط الاستهلاك أولادنا لازم يستهلكوا أمور صحية ما نستهلكوش كثير يعني ضروري تغيير نمط الاستهلاك يعني ضروري ضروري جدا الآن مسؤولية من من يمير اليوم نمط الاستهلاك مسؤولية العائلة مسؤولية الكل مسؤولية كل فرد مسؤولية الإمام مسؤولية كل مواطن المسؤولية الأستاذ مسؤولية المعلم مسؤولية المسؤول هي مسؤولية جماعية باش نقدر ونبدلون أول شي نبدلون هل يمكن اليوم للجزائر أن يتخلى عن شرب الحليب مثلا كل يوم أن يتخلى مثلا على أكل الخبز يعني يوميا الجزائري عمرو لا تخلى لكن يأكل الكسرة ويأكل الرغدة يأكل خبز الشعير لي كان صحي جدودنا كان ويأكله هل نأكل أنا الخبز الأبيض هل بالنسبة لي أنا صحي ولا لا وهل صحي الأولادنا ولا لا لازم حتى الاستهلاك يكون استهلاك نستهلك بعقلانيا نستهلك بثقافة نعرفه وش ناكله لازمنا نعود ونعرفه وش ناكله لأنه الآن قضية الأمن الغذائي نحط كل أموال ونستثمره أموال ضخمة ولكن إذا كان استهلاكنا ما هو شعقلاني ويكون هناك تبذير ما درنا وله نعم يعني كيف تقيم تعامل ربما قطاع الفلاحة خلال عشرين سنة الفارطة مع تحدي الأمن الغذائي الوقت اللي كانت فيه يعني البحبوحة المالية سيحمل والله البحبوحة المالية يعني قضية البحبوحة المالية الحقيقة كانت عندنا فرصة كبيرة باش القطاع الفلاحي ولي قطاع مصدر مدر للثروة يعني فقدنا في قضية البحبوحة ولكن ولكننا نحن نقوله دايما نتفعله خير مدام الجزائر فيها ناس غيرين عليها وناس وطنيين كان ناس الجزائري بطبيعتهم متعلق بالأرض والحمد لله يعني حتى الجزائر تنظيم الجزائري يعني التركيبة الاجتماعية والتركيبة السياسية والنظام الحكم في الجزائري انه نظام شعبي يعني كل المسؤولين جزائريين خارجين من الشعب عندهم كل اي مسؤول على في اي مستوى عنده علاقته بالأرض ويحس بالفلاح ويحس بتعب بتاع الفلاح وهذا الشيء ليخلينا نتفعله خير وان شاء الله يعني ماهيش قضية أموال فقط ولكن قضية إرادة وقضية تعلق بالأرض وقضية حب لهذا الوطن هل تعتبرها انت فشل في الاستراتيجية ام فشل في اختيار الرجال شوف مش قضية فشل في الاستراتيجية ما نقدرش نعلقه على سياسات كانت في أوقات معينة ربما نزمة اختيار الرجال ربما ربما في المنظومة في منظومة الاقتصاد لأنه كما تكلم السيد رئيس الجمهورية أنه لازم إعادة هيكلة القطاع الفلاحي محليا وجهويا ومركزيا وربما الآن أصبح جاء دور أكبر لنعطوه للمهنيين نستعلم ميدان في مجال القطاع الفلاحي وخاصة في مجال تطوير الآن أصبح لازم هناك نحن انتقلنا من سبعين الثمانينات من الثورة الزراعية من الاشتراكية انتقلنا الاقتصاد السوق الآن أصبحت معظم الفلاحة الفلاحة الجزيرة فلاحة خاصة لازم التعامل يتبدل يعني ما تبقاش النظرة القديمة يعني تغيير ذهنيات بالطبع تغيير ذهنيات وبالنسبة تكلمت على العمل البشري ما تنساش باللي القطاع الفلاحي فقد أدوات أساسية في تكوين المؤهلات البشرية أنه وزارة الفلاحة كانوا تبعينها معاهد للتكوين كانوا تبعينها معاهد للتعليم الفلاحي كانت تكون مهندسين تطبيقيين كانت تكون تقنيين وهذا ما يعني المؤهلات نحتاجوها ميدانيا لأنه الآن أصبح عندنا فقط في القطاع الفلاحي إلا مهندسين يخرجوا من الجمعات وهذا غير كافي الآن لأنه إذا كمان أنت وش تحتاج في المزار عش كون يصير المزرعة تحتاج إنسان عنده تكوين تطبيقي مؤهلات تطبيقية باش تبدأ به مباشرة ولكن اللي يتخرج من الجامعة هو تكوين أكاديمي ممكن في المعاهد ممكن يحتاج تجربة ميدانية بعد ما يتخرج نعم ثلاث أربع سنوات باش تقدر تستعمله ميدانيا وهذا اللي خلانا الآن لازمنا نرجعو للتكوين الفلاحي نرجعو للتعليم الفلاحي نعم والاستثمار في العنصر البشري وهو الأشيس نعم مشاهدي ومتتبعي قناة نار النقاش ما زال متواصل فاصل إشاري ثم نواصل النقاش أعود مشاهدي الأكارم لاستكمال النقاش في برنامج تساؤلات تذكركم للتحق بنا الآن أن موضوعنا اليوم يتعلق بأزمة الغذاء العالمية وتحدي الأمن الغذائي مع ضيف محمد يزيد حمبلي رئيس الغرفة الوطنية الفلاحية تحدثنا على كثير من الأمور متعلقة يعني بتحديات الأمن الغذائي ومسؤولية الجماعية كذلك تغيير نمط الاستهلاك البودور تكلمنا على كثير من النقاط اليوم نتكلمه على الفلاح هو الحلقة الأهم في كل هذا اليوم كيف يمكن أن نسترجع ثقة الفلاح بكل صراحة اليوم الفلاح أصبح لا يثق في المسؤول الجزائري كيف يمكن اليوم تجنيد الفلاح في هذا التحدي تحدي الأمن الغذائي الفلاح اليوم يعاني الكثير من المشاكل يعاني من ارتفاع تكلفة الإنتاج يعاني من مشكلة التسويق يعاني كذلك من مشكلة المضاربة لا هو أول شيء الفلاح تجنيد الفلاح الفلاح مجند يعني والدليل على ذلك العمل اللي يرى ويقوموا به الفلاحين تعنا من إنتاج وعدنا نشوفه في الأسواق تعنا منتجات يعني متعدتة خضر فواكه يعني وخاصة أزمة كورونا وإن شفنا تجند كبير الفلاحين طبقا قضية حقيقة هناك معاناة من غلاء خاصة السنتين هذوم وإن كان أزمة كبيرة تغلات على المدخلات عوامل الإنتاج أغلاء عالمي اللي يخلى الفلاح يعاني خاصة من قضية هامش الربح تعه وكانت الإجراءات الأخيرة اللي اطلقها رئيس الجمهورية تعه زيادة أسعار الحبوب اللي خلات على الأقل الفلاحين يرتاحوا شوية بالنسبة للإنتاج قضية إنتاج الحبوب الآن أصبح لزاما علينا أنه نروح الأمور تنظيمية أكثر لازم الفلاحين ثاني كذلك يتنظموا في تعاونيات لأنه ما هوش من الممكن الآن أصبح الفرد الفلاح يخدمون فرد لازم العمل تعناه عن طريق الآلات عن طريق التعاونيات لأنه الآن المتدخلين والوسطة في القطاع أكثر خاصة في قضية المدخلات الفلاحية لازم نحن كذلك نتنظموا باش نقصوا قضية نرفعه من هامش الربح ونقصه في تكلفة الإنتاج شوفوا الإنتاج كثير يعني هامش الربح يأخذوه الوسطة في البذور في الأسمدة حتى في التوزيع هنا لأنه نحن كذلك نطلبوا باش تكون هناك إعانات كبيرة في إنشاء التعاونيات كنقولوا إعانات إعانات مادية تسهيل تسهيل حصول على العقار بالنسبة للتعاونيات باش باش الفلاحين يقدروا يبنوا يبنوا يعني الهياكل للتخزين يبنوا هياكل اللي يستعملوهم في ضبط السوق الآن التنظيم أصبح أساسي لضبط السوق يعني في الإنتاج في عاوم الإنتاج وكذلك بالنسبة للمستهلك هذا الشيء يعني لازمنا خاصة بالنسبة للتنظيم الإجراءات يعني نقوله نحن قضية ثقة تعالف اللاح ثقة تعالف اللاح يرجح الممثل تعه المسؤول تعه كتكون هناك تمثيل الممثلين وصلوا بشفافية ووصلوا بكل ديمقراطية وشفنا يعني الانتخابات الأخيرة تعالغرف الفلاحية وان كانت هناك يعني لأول مرة الانتخابات فاتت في ظروف جد وجيدة مكانش مشاكل مكان حتى مشاكل مكانش اعتراضات مكان يعني لأول مرة وهذا راجع لأنه المسؤولين اعطوا الحرية للقاعدة بش اختارت الممثلين تاحها ولأول مرة يعني لأول مرة المستوى الوطني عندنا 14 رئيس غرفة مستوى جامعي وهذه لأول مرة وهذا دليل على إرادة الإرادة السياسية في الموضي قدوم في جزائر جديدة لمثلها كل قدرتها لأنه الآن فلاح أصبح الفلاح مهندس أصبح الفلاح طبيب أصبح يعني الفلاح فيه كل الشرائح تاع المثقفين فيه يعني الناس اللي يقدروا يمثلوا الفلاحين أحسن تمثيل وكذلك يعني المؤتمر الأخير تاع اتحاد الفلاحين لأشهر يعني كانت هناك مجموعة جديدة تسيروا أمين وطني جديد يعني كل هذا كذلك كانت انتخابات تاع الصناديق يعني في الأيام القادمة كل هذا دليل على حقيقة الإرادة السياسية في التجديد تاع الممثلين تاع الفلاحين نعم إرادة سياسية غير مسبوقة خاصة من طرف رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية ألح في العديد من المرات بضرورة إعادة هيكلة يعني كل المصالح القطاع الفلاحي مركزيا محليا طلب كذلك بتحديد خرائط يعني أو خريطة خاصة بالإنتاج رفع المردودية لكن إلى غاية الآن لم تنطلق الورشات متى نطبق كل هذه التعليمات ومن يطبقها لا هناك تحضير باش تكون هناك ورشة وطنية على الفلاحة هناك عمل قاعدية قاعدية تخدم تجديد الهيكل تع المهنيين النقابة الفلاحية اتحاد الفلاحين الصندوق الطعام الفلاحي كل هذا دخل في قضية التجديد يعني الورشة انطلقت ماهيش وكما تعرف انطلقت ميدانية بالطبع تجديد الغرف تجديد اتحاد الفلاحين يعني هناك مؤتمر للدار كذلك الأيام القادمة نشوفه التجديد انطلاق تجديد تع الصندوق الطعام الفلاحي كل هذه ورشات فتحت باش على الأقل يكون هناك تمثيل المهنيين باش انشغالات المهنيين والفلاحين ترفع وكان عمل كبير الآن يقوموا به اتحاد الفلاحين يعني كان طلبوا منهم الوزير الأول طلب منهم عمل كبير ورهم يعملوا فيه الآن باش يرفعوا انشغالات كل المهنيين وانشغالات كل الفلاحين للمسؤول الأول على الجهاز التنفيذي وهذا كله ورشات ودليل على الإرادة السياسية والآن ودليل كذلك على أن الذهنية تبدلت وعد هناك انصاط كبير وعمل كبير مع المهنيين ومع أهل المهنة نعم ديوان الفلاحة الصحراوية الخاصة بالزراعات الاستراتيجية ومشروع رئيس الجمهورية من أجل تحقيق يعني الأمن الغذائي خاصة في القطاعات الاستراتيجية الشعب الاستراتيجية لماذا عرف يعني بطأ وعرف يعني ما فيش ديناميكية يعني نشوفه الآن كاين ما كاش يعني استثمارات كبيرة في هذا المجال يعني لا أنا قلت لك في الأول أنه القطاع الفلاحي مربوط بعدة قطاعات أخرى نعم يعني القطاع الفلاحي لازمته رواق أخضر خاص به وين ما تكونش هناك خاصة رواق أخضر في استيراد المدخلات الفلاحية رواق أخضر في الحصول على الاعتمادات رواق أخضر في الحصول على رخص حفر الأبار كل هذا مربوط في القروض لأنه كل هذا مربوط بعدة قطاعات أنا نتكلم كي نتكلم على ديوان ديوان ماهوش يعني لازمته أدوات لازمته عدة قطاعات لتعامل معها هنا لازم ديوان حقيقة هو يعني أدات لتسهيل الاستثمار ولكن لازم انخيرات كل القطاعات تنخرط مع الديوان باش نسهلوا قضية الاستثمار لأنه قضية الاستثمار قضية فلاحي قضية وقت مربوطين بالوقت نقدروا بمكانياتنا اللي تملكها الدولة مكانيات اللي تملكها البلاد نقدروا في ظرف سنة وسنتين نرفعوا التحدي يعني ما نعم بخصوص بنك البودور يعني اسمعنا عليه كثير وتم يعني استحداث بنك البودور لا نعرفوا أنه كذلك البودور مهمة كثير أنا الآن ما زلنا يعني نستوردوا يعني البودور يعني من الخارج يعني كيف يمكن يعني تفعيل هذا المشروع مشروع بنك البودور لا هو المشروع إن شاء الله رح نطلق مع يعني وزارة فلاحة اللي بدأت يعني فيه تجسيد هذا المشروع تعبنك البودور نتكلمه بنك البودور نبدأ السحة خاصة في المحافظة على الأصناف المحلية محلية والسلالات المحلية من حيوانات كذلك إنه ما يشغل قضية بودور بودور نباتات نحافظوا عليها هناك آليات بنك البودور ما هوش منشأة فقط بنك البودور هي آليات كذلك اللي تدخل فيها عدة عدة تدخلات المهنيين الفلاحين في الجبال الناس اللي يستعملوا كل هذه البودور المحلية اللي لازم نخلقوها آليات لأنه ماش غير فقط نجمعوا بعض البودور نلموها في بنك المحافظة على البودور والسلالات المحلية تكون بآليات كذلك بدعم الاستثمار في المنتجات المحلية المنتجات البيولوجية المنتجات الطبيعية اللي نقدروا نثمنوها المنتجات هذه نثمنوها بعض الحيوانات اللي عندها نوعية جيدة كي نثمنوها الآن نحنا بالنسبة لنا نحنا المنتج الفلاحي هو منتج يعني كل منتجات كما بعضها ولكن نجمتنا ندخلوا يعني الانتاج وسوق تعلق السلم القيم وين نكون هناك منتجات عندها الجودة عندها وتبع بأسعار آآ معقولة باش نحافظوا عليها عن طريق تثمينها وهنا نتكلموا على الاقتصاد يعني التضامني الاقتصاد الاجتماعي وين نحافظوا على المنتجات اللي تكون بانتاج صغير ولكن ذات جودة نعطوها قيمتها عن طريق خلق يعني مراكز للتوسيم لباش نوسموا المنتجات تعنا ونعطوها قيمة أكثر نعم بخصوص قضية السلجم الزيتي كثر الحديث عليهم مؤخرا نوعية البذور الغيش واحد ينفي مناطق نجح فيها هذا المشروع السلجم الزيتي ومناطق يعني يفشلوا فيها أنتم كممثلية الفلاحين يعني ما رأيكم في هذا الاشكال يعني والله اول شي كان تحقيق من طرف وزارة فلاحة مفتشي العامة اللي بالنسبة للموضوع هذا لأنه أحدث كلام كثير اللي ما نقدروش كان مناطق نفس نفس النوعية يعني يعني أعطت نتائج جد وجيدة وشفناها يعني في عدة مرات شفتها يعني شخصيا شفتها وكان بعض يقول لك ما كانش يعني ما نبتتش وما كانش إنتاج ربما هو كان تحقيقات اللي رحت عن طريق وزارة فلاحة اللي رحت هي ترفع السيطار على الأمر هذا ولكن أنا نقول باللي أي مشاريع جديد بالنسبة لنا لازم يكون عنده نضج نضج نخليه ينضج مليح وقضية الزيت الزيت لازمنا ننوع وفي منتوجنا ما ننروحوش إلا للسلجم هناك عدة منتوجات كل منطقة عنده خصوصيتها هناك يعني الكوكاو كين دوار الشمس يعني عدة منتوجات نقدر نستخلص منها ويكون عندنا التنويع حسب المناطق حسب خصوصيات كل منطقة ونعطيك مثال فقط بهذا باش ربما ليس ما يقول سيحام بلي وعلاش انتو ما كممثلي الغرف لماذا لا تساهمون في اتخاذ القرار المناسب والتوجه المناسب هذا الشيء وهذا اللي ينطلبوا به انه يكون عندنا خاصة في بالنسبة للمشاريع الجديدة هذي يكون عندنا يعني يكون المهنيين استشارة ويكون عندهم ندور أكثر لأنه التطوير هو مهمة المهنيين وانا نعطيك مثال يعني باش نتكلموا على الأمور تكون بعقلانية انه جيران نتوانسى بالنسبة السلجم الزيتي بدأوا فيها عندهم عشرين سنة في عشرين سنة اللي حقول ثمانتاشن ألف هيكتار ولكن بخطة ثابتة تدريجيا تدريجيا لأنه نقدروا نقدروا نروح المنتوج مثلا منتوج تعدوار الشمس اللي نقدروا نتحكمه في تقنيات ماهوش حاجة جديدة بالنسبة لنا نقدروا نتحكمه في تقنيات ولكن منتوجات جديدة هذي لازم نتحكمه في تقنيات باش نقدروا منتنسعوا بالعقل باش ما نرهنوش التجربة إذا كان منجحناش بأخطاء تقنية رح نرهنو كل التجربة هذي بالفعل كلمة أخيرة سيحامل والله أنا نشوف باللي أول شي يعني نشكروكم على الاستيضافة وعطانا يعني وعندكم تمدوا فرصة كبيرة باش نتكلموا على القطاع اهتمامكم كبير بالقطاع الفلاحي أنا نشوف باللي الإرادة السياسية رهي متوفرة والإرادة كين اهتمام كبير من طرف الدولة بالنسبة للقطاع الفلاحي ولازمنا نكونوا إيجابيين نعم بالفعل الإيجابية والتفاعل والعمل والعمل وخاصة الإرادة والعمل شيء الوحيد اللي قادر ينجحنا هو العمل والعمل والعمل نعم السيد محمد يزيد حنبلي رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة شكرا جزيلا سياسي يزيد سعيد كثير بمحاورتك نتمنى لكل توفيق ونحيي كل الفلاحين شكرا لقناة النهار العف إلى هنا مشاهدي ومتتبعي قناة النهار نكونوا قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من برنامج تساؤلات الطيب المنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته